وإن كانت زمالك النهاردة ما كانتش أحسن حاجة وبداية طبعاً وبداية الحال سامشون أكينولا ليه النهاردة كان موجود في الملحب؟ يعني هو جزء الميز نزله وتورد به يعني هو تخيل أنه هو حيكرر تاني سيناريو دريمز لكن في دريمز حتى هو كان بيتخدمه تحت سيف الجزيري هو غياب مصطفى شاء الله بعمله رابكة بس هو زود على نفسه رابكة الراجل تورد فعلياً في سبسه تورد فيه إزاي؟ حواليك النهاردة تورد الراجل النهاردة لففه الملعب كله اللي هو بعارف أنت معاه شنطة مخدرات وعايز يتخلص منها ومش عارف في نص ساعة أنا جبتك في نص ساعة الراجل طب أنا جيت بعد ديئة 30 أول تم تخرجوا بزبط سهل على نفسك عارف أنت في كوتشين هم عايز شايبوا عايز يلبسوا لحد انت طيب ليه خراجوا يا سيدي بقى كل شوية يضرب له مركزين يعني مثلا هو يجيبه في مركز المهاجم في سيف يجي شمال طبوز أكتر نحن نشوف من واقع الأرقام اللي الناس شافته سامسون كان النهاردة جوزيجو ميز كان بيلففوا كعب دايل في المباراة منه بدأ اللقاء كده أيوة ورّت الزمالك في الهدف الأولاني بسبب هو وفتوح وحسام عبد ميجيد كانت الجابها الأضعف بعد كده راح الراجل عايز يتخلص من الجريمة دي راح جايبه يمين نشوف ده الكورتر الأولاني لعب فيه كده بدأ يجيبه يمين ويزيزه آه ورقم تسعة بدأ يحطه شوية قدام يعني هيا مش جاية بس هو في الملعب بعد كده جابه يمين بعد كده حطه قدام بعد كده نزله تحت سيف الجزيرة نحية اليمين وبعد كده في الشط التاني يمكن أنزب حاجة ليه أما لعبه شوية في قلب الملعب تحسن الزمالك كان ما بعد الفترات اللي خارج فيها سامسون أو أما بدأ يبعد عن أطراف الملعب لأنه هو عمره تركبته الجثمانية دي ماينفعش لعب طرف ملعب حتى الزمالك بدأ يمتلك كورة كل ما بدأ نبعد سامسون على أطراف الملعب سواء اليمين والشمال بدأ زمالك يمتلك الكورة تعال نشوف كورة الهدف الأول هنا فتوح وبوركان نازل ضاغط على فتوح عشان هو اللعب لو ما افترض على الورق بيطلع الزمالك من الضغط والكلام سامسون خسر الكورة ومطردته اللعب بوركان كانت سيئة جدا مش عارف يطارد لعب بوركان يعني بعد كده حاول يعمل الضغط على الورق بيجري راجل بطيء مش عارف يجري اشتراكاته في الكورة سيئة جدا سمبا كانت الخطأ الكبير هنا ما بين فتوح وحسام عبد المجيد اللي لتنيد كانوا مش في أفضل حالاتهم لكن عشان دي بقى كلمة الحق جوزي جو ميز هو بيرهن على سامسون دي أسوأ حاجة عملها النهاردة لكن ترجع تاني وتفكر مكان جوزي جو ميز ايه الاختيار اللي على الدكة اللي تقدر تقول انه جوزي جو ميز عمل جريمة انه معاده على الدكة اللي هو ضحب مين عشان يلاعب بسا أنا عارف تماما انه كان ممكن اختراط على الورق زي انضاي ناحة الشمال تكون أفضل حتى التفكير حتى يسوف أوباما اللعب الوحيد رغم انه فيه خلاف عليه من جمهور الزمالك وفيه ناس بتحبه وناس ما بتحبوش بس بقولك لو اوباما كان سليم ولعب شوية ماتشات قبل كده مثلا كنت اقولك اوباما اختيار واضح لعب عنده خبرات بس اوباما حتى اللي هو يعني نص ونص قاعد على الدكة وهو جاي من غياب طويل من ماتشو فيوتشر الاولاني يمكن بقى لنا أكتر من ده كان في رمضان يعني ماتشو فيوتشر الاولاني ده كان في رمضان أولي شهرين تادي بقى له شهرين ملعبش حتى الاختيار ده اللي هو يعتبر انما بدي الاختيارات ايه نضاي فيه جري ويسان الدفاعين بس فيه قراء بكاش عارف يعمل فاول والله جرى ولا الولد بكاش عارف يعمل فاول قادم تكلم برضو في ليبل بائس جدا نضاي متيابة متيابة في ماتش اسبوح عامل جرائم ما هي دي مشكلة سكواد الزمالي انت بتتكلم سكواد خاصة في الدوري بالتدعيم بناصر وعبدالله السعيد عنصرين تقال بتمشي شوية بيتتعكز انما في الكونفدرالية الخيرات الهجومية بعد اصابة شلبي وشكبالة الموضوع بقت قدام الدنيا صعبة جدا وانا من دلوقتي عازر جوجيجو ميز في اللقاء القاهرة اللي حينزل مطلوب منه انه يهاجم ويسجل في الاختيار بتاع مين الوينج التاني اللي قصد زيزو يعني توقع تفكر في اختيارات سيد عبدالله نزل في القائل الآخر شوية كان سيئة جدا يعني اختيارات ما فهمش حد واضح كده تقدر تقولوا انت حتى رجل على رجل جوجيجو ميز هلطوح